لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا حسن أقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا رحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 28 ومازلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله وأنوان حلقتنا الوحبية جهمية مجسمة الشيخ الشعراوي قال لا ينسب لله المكان والزمان لأن متى وأين ظرفان للحدث والله ليس حدث والشيخ ابن وسيمين قال علوه الله على خلقه ثابت بالكتاب السنة والإجماع والعقل والفترة وإن الله فوق كل شيء بدون إحاطة به واللي يرفض الإجماع ده يبقى أعمى الله بصرته الشيخ مختار برهومي قال الله خلق السماء ولا يحتاج إليها فاللي يكون موجود في مكان محتاج والمحتاج ضعيف والضعيف لا يستحق أن يعبد فالله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان ولا يتصور في البال مهما تصورت بالك فالله لا يشبه ذلك والشيخ جيل صادق قال الرب موصوف بلا له وفوقية الردبة والعظمة ومنزح عن الكون في المكان وشفنا دار الفتوى طلعت فتوى من الأزهر قالت فيها من سوابة العقيدة العقيدة عند المسلمين أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان والنهاردة هنشوف الشيخ ابن بازو هو بينكر الكلام اللي في الفتوى بشكل غير مباشر في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض فالواجب على من سئل عين الله أن يجيب مما عجبت به جارية لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي أين لنبي جارية يريد صاحبها يعتقها فقال لها النمس أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم للذي أتى بها أعتقها فإنها مؤمنة الله أكبر وهذا هو الواجب من قيل عين الله لقل في السماء فوق الأرس كما قال الله جل وعلا آمنتم ما في السماء وقال في الآخر آمنتم ما في السماء يعني في حلو في جهة الحلو فوق الأرس يعني الشيخ ابن باز بيقول السؤال أين الله جائز والجواب عليه أنه في السماء ده هو الجواب اللي لازم يقوله أي مسلم في جوابه على السؤال ده زي ما جاوبة الجارية الرسول والرسول قال أعتقها أنها مؤمنة وطبعا فتوى الأزهر لازم يكون لها أدلة تستند عليها علشان تكون مقبولة عند اللي بيسمعها وفي نفس الوقت الأدلة دي لازم تكون دلالتها توافق الاعتقاد اللي الفتوى عايزة تثبته وهنشوف ما حضرتكم بقية الفتوى في الفيديو اللي جاي وأما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين ثم قال وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك والعجز عن درك الإدراك إدراكه والبحث في كنه ذات الرب إشراكه يعني كل الأدلة في الكتاب والسنة تدل على علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر يعني كل النصوص اللي تدل على العلو أأمنتما فى السماء وهو القهر فوق عباده الرحمن على العرش استوا العلو المقصود في النصوص دي هو علو المكانة والقهر والهيمنة واللي يحاول إنه يستدلب النصوص دي على حقيقتها في الحقيقة بيبحث حقيقة ذات الله وده شرك وكفر ومعنى فتوى الأصهر أن العلوة الزاتي لله لا تدل عليه النصوص اللي في الكتاب والسنة اللي لها دلالة على العلوة زي الآيات اللي ذكرناها قبل كده وطبعا ده إنكار صريح العلوة الله الزاتي ونشوف حكم من أنقر علوة الله في الفيديو اللي جاي مع الشيخ فوزان قل فضيلة الشيخ وفقكم الله من أنكر علوة الله هل يكفر كفرا يخرج عن الملة أم كفر دون كفر إن كان مقلدا فهذا ظال وكفر دون كفر وأما إن كان ليس مقلدا وإنما هو متعمد فهذا كافر لا شك في كفره لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين لكن المقلد والجاهل يُعذر حتى يُبين له الحق فإن أصر بعد البيان يُكفر وغالب هؤلاء إنما هم مقلدون توارثوا هذه العقيدة وتدارسوها وظنوها صحيحة نعم وزي ما شفت حضراتكم الشيخ الفوزان يذكر أقسام اللي ينكر علوة الله الذاتي ويقول إن اللي ينكر علوة الله الذاتي إذا كان مقلد يعني أخذ العقيدة دي وراسة وتعلمها على إنها هي العقيدة الصحيحة فده ضال جاهل وكفر دون كفر يعني كفر الربع كفر تلت تربع لكن لو كان متعمد فده كفر ومكذب لله وللرسوله والإجماع المسلمين كمان وسؤالي للشيخ الفوزان هل واحد زي ابن حجر العسقالاني شارح أعظم كتاب بعد الكرآن اللي هو صحيح البخاري الجاهل ونقول يعذر حتى يتبين له الحق لو قلت جاهل يبقى إزاي جاهل ويشرح صحيح البخاري إزاي جاهل وهو بيحمل لقب أمير المؤمنين في الحديث إزاي جاهل وبيعتبر شرحه صحيح البخاري أعظم شرحه على الإطلاق زي ما بيقول الشيخ عثمان خميس في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض هل شرح ابن حجر العسقالاني أفضل شرح للبخاري؟ والله هناك كلمة مشهورة لأهل العلم يقول لا هجرة بعد الفتح يقول لا هجرة بعد الفتح يقصدون يعني لا كتاب بعد فتح الباري هو حديث البنبيس لا هجرة بعد الفتح ولكن يرتبونها كذلك على فتح الباري يقول لا هجرة بعد الفتح فتح الباري هو أعظم وأفضل شرح لصحيح البخاري ونفض مثلا شرح ابن حجر العسقالاني اللي هو بيعتبر أعظم شرح لصحيح البخاري ونشوف كفره في شرح العلوة الذاتي لله فتح الباري شرح صحيح البخاري باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله جل ذكره إله يا صعد الكلام الطيب ونشوف الفيديو مع بعض هذا كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي توفي سنة 852 هجرية طبعة دار الكتب العلمية المجلد الرابع عشر الجزء الثالث عشر الذي طبع سنة 1425 هجرية الطبعة الأولى في هذا الكتاب في الصحيف 355 العسقلاني رحمه الله يشرح قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب فإليكم ما يقول يقول قال البيهقي صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء وزي ما شفت حضراتكم الشيخ الأشعار الجيل الصادق هو بيقر شرح ابن حجر في باب عنوانه من أهم الأدلة اللي دايما بنسمعها الإثبات المكان أو إلى لوز ذاتي زي ما بيقول أهل السنة والجماعة الوهابية السلفية أو تعتبر برضو من أهم الأدلة لنفي أن الله في مكان أو لنفي إلى لوز ذاتي زي ما بيقول دايما أهل السنة والجماعة السادة الأشعارة زي ما بيسموا طبعا أنفسهم والأدلة دي هي قول الله تعالى تعروج الملائكة والروح إليه وقول الله تعالى برضو إله يا صادق كلام يقول لنا كده قال البيهقي وطبعا ابن حجر لما بيستشد بالبيهقي وما يردش عليه يبقى موافق لكلامه البيهقي قال سعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة معناها الكبول وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء ونشوف مع بعض كمالة كلام الشيخ جيل صادق في الفيديو اللي قيل ثم قال وقال ابن بطال وابن بطال هو أحد شراح البخاري توفي سنة 449 هجرية العسقلاني ينقل ما قال ابن بطال ويقره عليه فيقول وقال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف ومعنى الارتفاع إليه أي اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان انتهى هذا كلام ابن حجر هذا كلام أهل السنة وهذا ما نحن عليه والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وأبداً يحجل صادق بيقول كما شرح ابن حجر واستشهد بقول ابن بطال لما قال أن غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة وبيقصد بيهم طبعاً الحنبلة الوهبية وقال وقد تقرر أن الله ليس بجسم ولا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف ومعنى الارتفاع إليه أي اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان ودلوقتي أنا هعمل ليكم ملاقص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة العلامة بن باز قال فالواجب على من سأل أين الله أن يجيب بما أجابت به الجارية لما سألها الرسول يعني يجاوب أن الله في السماء فوق العرش واستشهد بصورة الملك 16 و17 وشفنا كمان فتوى من دار الفتوى بمصر قالت أما ما ورد في الكتاب والسنة منه نصوص الدل على علوة الله عز وجل على خلقه فالمراد به علوة المكانة والشرف والهيمنة والقهر لأنه تعالى منزهة عن مشابهة المخلوقين وشفنا الشيخ صالح الفوزان قال حكم من أنقر علوة الله نخبره الأول إن كان مقلد فهو ضاد وإن كان متعمد فهو كفر لأنه مكذب لله وللرسوله والإجماع المسلمين وابن حجر بعتبر عند علماء السنة هو أعظم من شرح البخاري بشهادة الشيخ عثمان خميس واتفاجئنا إنه بينكر علوة الله الذاتي وسعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة هي عبارة عن القبول وعروج الملايكة هو إلى منازلهم في السماء وإن غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجحبية المجسمة وقال قد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه وقد كان ولا مكانه وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف ومعنى الارتفاع إليه أي اعتلاقه مع تنزيهه عن المكان والحلقة الجاية هتكلم عن باب تعرج الملائكة والروح إليه اللي قال عنه أو اللي قال عليه الشيخ جيل صادق ونشوف اللي بيقوله الأشاعراء والوهابية عن الأدلة دي فتابعوني وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقله إذا أقمل بعقله إذا أرد بعقله إذا أذكر بعقله يبقى الجن يبقى ولعوبة بيننا وكل المشاكل